اشتركوا في القناة 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 والله العظيم زي الامر وبعدين انت راجل مؤمن في حاجة اسمها نصيب يا اخي حتى لو النصيب ده جالك على شكل لعبة مع ابوك بس انا ما عرفهاش ما بحبهاش مش مهم خالص مفاتح خد اللي بيحبها خدنا منها اغر وجع الدماج انا مش هتجوز اللي ما بحبهاش يا احمد خلاص خلاص تتجوزهاش يا سلام ده انت غريب اوي اخي منين بتقولني تجوزها ومنين دلوقتي بتقولي ما تتجوزهاش هنكتب الكتاب بس يا سلام الله المهم نحرمها على ابوك وبعد كده لو انت مش عايزها هنطلقها لك ها ده بتو طلعت وقادرين قوي ده ما يبانش علينا صح طبعا طب نفرد بقى جوزته محمد لنعمة رح ابوك وتسحب من وراكو وتجوز واحدة تانية الحالة دي بقى نجوزها لحباش طب ومديحة نعمة دي حعندها استعداد تضحي بأي حاجة عشان خاطر أمها حتى لو كان حبشي عشان كده انا عايز اقلب الموضوع من هزار لجد ومحتاج لك يا غالية وامور نيازي يا احمد عايزك تعمل يا عزوما حلوة كده نيازل فيها صالح ونعمة اختول ومحمد اهو تعادي معنامه وتعرفي اخرها ايه وبالمره محمد يشوف نعمة عين العقل يا احمد طب اقولك ايه ما تيجي نازم كمان لحاج توفيق بقى طيبة يا بيت انا مش عايز حاجة يحس بالموضوع عايزه يتدرق حاضر يا عامد من عارف محتمال البيت نعمة تطلع طيبة وتبقى منحظه ونصيبه اللهم قمين سميحة فضالي يا مام يا اهلا يا اهلا يا حاجة اهلا بك يا حبيبي الحاجة توفيق بقى تسأل عليك وعايزك تروح له ضروري على عين يا حبيبتي هروح له حالة يلا عن اذنكم يا ولاد فضالي انا ما تهيل انه عايزنا عشان الموضوع ده هتعمل ايه هعمل ايه هعمل عبيب طبعا ممكن اعرف انت بتضحك علي ايه دلوقتي ضعك علي ايه بس يا محمد شايف الصورة المقلوبة خارسي حبيبي صورة ايه اللي مقلوبة ان شاء الله معقول انا اللي بتحيل عليك تطلع تشوف العروسة برا بقولك ايه انا قلتلك قبل كده شلني من حساباتك خالص تب اسمع ما قلت الصورة المقلوبة دي انت بقى خارج عليهم مكسوف وشايل صنية عليها اربع خمس كبات شربات وعملات الدد دلد دلد منك من جنه لو فضلت تتنقور كده هسيبها كوامش من هنا خالص مش كفايا انت جايبني هنا على العماية قالها نتغدى سوا وانت في الاخر عملي فخ وجايبني صالح واختو معلش عشان خطري اطلع شوفها مش صالح كفايا بقى الموقف المنايل اللي انت حطتني فيه ده بص هو يبقى موقف منايل صحيح لو اي حد تاني يعرف غيري انا وانت وحبشي انما ده نعمل عروسة نفسها ما تعرفش يعني ايه؟ يعني عارفة انها جاي علشان تتغدى معانا وقال يعنى هتشوفه بعض صدفة ها قلت ايه؟ مرتك تعرف؟ عب عليك بقولك محدش يعرف غيري انا وانت وحبشي ماشي بس مش دلوقتي بعد الاكل طب دي احنا هنأكل كلنا مع بعض يا سيدي انا مش عايز اكل مع حد عايز اكل واحدي وبرحتي اقعد بقى يأكل اللغوص على نفسي برحتي خلاص يا محمد خلاص انا وانت وحبشي نقعد نأكل هنا واللغوص ونعمل اللي احنا عايزينه وبعد ان نطلع نشرب الشاي معه تمام؟ صفرة دايما يا سيدي الحاجة دايما دي يعني تاكلي مش تومي وتسيبي بقية الاكل انتي مكلتيش يا بنتي والنبي كلتي يا سيدي الحاجة ربنا يجعله عندي والله ما انت شايل حاجة انا بسيبيها بروحيتها يا حاجة هو احنا غرب تعرف يا سيدي الحاجة انا قعدتي لوحدك يا تخلاص هتاخد عقلي باكل لوحدي واشرب لوحدي واشيل وحط مكان مكلة لوحدي نفسي يجي اليوم كده اللاعد فيه واستيناس واكل واشيل وحط معاه ما بالك بقى يا سيدي الحاجة لو الناس دول كمان ممكن يبقوا قريب قدنا ضيعنا الوقت ومالحدش ياشيل معاه سيبي الطبق ده وخش يخسل ايديك عشان عايز ارغي معاك شوي يلا وايه اللي اعادك يا نعمة لوحدك في البيت ومال الحاجة فيه حاجة انت لو شفتيها هتقولي عليها صغر مني ومني ليه هي عندها كان يجي اكتر من 30 بس تشوفيها ايه ولا بنت 18 بعد بيها الحاجة اللا يرحمه استنت سنة واحدة وبعد كده رحت اتجوزت وخلفت طب انت عايشة منين يا نعمة صالح بيصرف عليك ولا عايشت زي يعني الحمد لله مستورة اصلا بيها الحاجة اللا يرحمه كان سابد وكان في المني وهو عايشة من اجارة ايه في ايه يا عمد؟ وادي في ايه انت تبضلوا عندين هنا طول اليوم سويني وحنخرج طب بقولك ايه انت ما تعرفيش حاجة ولا انا قلتلك حاجة وقول المديحة منها ما تعرفش اي حاجة ليه هو ايه اللي حصل؟ عبقى فهمك بعدين بس يلا بقى احتوام تعال احضروا شوية شاي النمى ايه؟ عينب عينب اصلا مليك يا حمش الله يخلينا صعب شايز يا حمش ماشي يا حمش والله العظيم ما انسى انك كنت عارفة ما قلتلكش شكرا شكرا الياد من عدم هاسي افضل 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 ايه يا عمد؟ انت عايز اللي ما عرفش يعرف ما تهدى شوية سالخير عليكم يا اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا بص على يمينا كل ايه رأيك يا محمد؟ ايه يا نيه؟ انت ده قالت يا لا واحدة مراتي والتاني اختك تبقى مينة؟ ايه شكرا ايه ايه اهو عليكم يا حاج لا يا غراء عبد الله اهلا كان فيه موضوع كده حاجة كنت عايز افتحك فيه عارف بس يكون في علمك مفيش حد حيتجوز معايا هنا في البيت تاني عايز تتجوز روح تزفت بس يشوف لك حتة تزفت فيها بعيد عني الله يبارك فيك الحاجة تزيلت ولا ايه لا بدا لما زيلتش على حاجة لو ان كلامك يوجع قوي يا عبا اللي يوجع بجد اللي يوجع بالصحيح هو اللي انتو عملتوه يا عبا يا عبا انا ما عملتش حاجة اذا كنت انت والاخوك الكبير والاخوك الدكتور لما حد فيهم يروح يخطب لك من وراء ابوك يبقى كلكو غلطانين طب علي يا النعم انا ما كنت اعرف حاجة عن الموضوع ده من الاول وانا لو كنت عايزها كنت انت اول واحد هيعرف يعني ايه انت مش عايزها ولا ايه لا عايزها عشان كده عايزك تيجي تطلبها لي من اخوها هم هالعموم لازم تكون عارف كويس ان انا اول واحد كلم اخوها في موضوعك ده قبل مخوك الكبير يروح ويقول له الله لو انت عرفت مني حاجة ان انا كنت عايزها اصلا وهو فاتحي كان يعرف منين ان انت عايزها اصلا اهو لا يا حاجة ما كانش يعرف طيب زي ما هو اتكلم وهو ما يعرفتي انا برضو اتكلمت وانا ما عرفت فيها حاجة دي لا يا حاجة ما فيهاش حاجة عموما الف وبروكة محمد وربنا تمملك بخير يا ابني ولو عايز تتجاوز وتجيب عرصتك وتقعود معايا هنا انا ما عنديش اي مانع انا اشيل كنتو الاتنين فوق دماغي انت ابني ايه وهي يا بنتي ربنا يكرمك يا حاجة ومحرمناش منك ابدا بس انا معلش يعني حاجة مش نوع اتجاوز لما ربنا يكرمني بشقة رواح سنبردو